أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس في إطار تعليمي حول التطويبات التي يرويها إنجيل الكديس متة توقف البابا اليوم عند التطويبة الأولى من التطويبات الثمانية وهي طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السموات فأوضح البابا أن فقراء الروح هم هؤلاء الذين يشعرون بأنهم فقراء ومتسولون في أعماق وجودهم هؤلاء يقول يسوع فيهم إنهم مباركون لأنهم ملكوت الله وأكد البابا أننا لسنا بحاجة إلى إجراء أي تبديل في أنفسنا لكي نصبح فقراء بالروح لأننا نحن بالفعل كذلك كلنا فقراء بالروح ومتسولون هذه هي حالة كل إنسان وأن من يملك حقا هو من يعرف أن يحب الخير الحقيقي أكثر من حبه لنفسه وفي نهاية كلمته دعانا كدس البابا أن نقبل فقر ذاتنا وأن نبحث عن الفقر أي التجرد العملي من أمور هذا العالم حتى نكون أحرارا وقادرين على أن نحب والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين لللغة العربية التي تحياتو البابا باللغة الإطالية طوبى لفقراء الروح المتواضعين ومتجردين والمتكلين على الله فإن لهم ملكوت السموات هم يعرفون بأن كل ما هو للآب هو لهم فيحبونه في كل شيء وفوق كل شيء وهذا يكفيهم ليبارككم الرب ترجمة نانسي قنقر